وستمائة منزل اتهدمه وتشرد آلاف السودانيين في المنطقة اسمه سد بوت وده سد بيخزن خمسة مليون لو قد ايه بالنسبة لسد النهضة سد النهضة قده خمستاشر ألف مرة خمستاشر ألف مرة ومن هنا بقى شعر اخوانا في السودان بالخطورة الحقيقية ده الخطورة ان اذا كان سد صغير لا يقارن خمستاشر ألف ضعف السد الصغير ده عمل فينا اللي عمله ده وما لو سد النهضة حصل له حاجة سد النهضة موجود على ارتفاع ستمائة وخمسين متر فوق سطح البحر سد الخرطوم على ارتفاع تلتمائة متر اذا فيه فرق تلتمائة وخمسين متر يعني عندنا زي قد جبل المؤطم ثلاث مرات طبعا هنا كمان اندفاع المسافة خمسمائة كيلو ده بينه وبين حدود السودان خمستاشر كيلو خمستاشر كيلو بالزبط ده حدود السودان والسودان لديها سد الروسيرس طيب هيحصل طفان في السودان واحنا بالنسبة لبقى المصر هو ده بيتوقف على حجم الانهيار اذا كان انهيار كلي او جزئي بيتوقف على مخزون السد العالي في وقت الانهيار هنصرب هنفتح احنا كمان لا ما برضه في حاجة يعني السد العالي بياسع 162 مليار تمام هنفرض انه كان فيه مئة مليار ساعتها تمام يبقى اي كمية تأتي يستوعبه دون اي مشاكل يملى الخزان طب وما فيه التوشكة ما يحلش المشكلة دي لا ما فيه التوشكة امتى امتى ألجأ اذا كان المياه سوف تزيد عن حجم البحيرة عن حجم يعني ما فيه التوشكة وده اذا اوضحه للمشاهد ده اتعمل على زياد لحماية السد العالي لحماية السد ان المياه لا تصل الى قمة السد العالي احنا عاملين السد العالي على ارتفاع حوالي 195 متر تمام يعني زاد المية 178 ينزل لا هنا ايه بيبدأ يدخل المفيد المفيد نفسه حوالي 50 كيلو لو وصلنا المية احنا عشان كمان المية اللي تدخل المفيد ما تنزل لان لو نزلت في منخفضات توشكة ما بترجعش فبتبقى خسارة طب بتتزرع فلو المنسوب المية 179 مثلا وما فيش خطورة يبقى ليه هسيب المية تنزل في المنخفض او لو كان 180 متر يبقى انا هفقد المية دي بدون يعني يستوعب كم مليار ما فيه التوشكة ما فيه التوشكة ممكن يستوعب قد بحيرة ناصر حلو افهم من كلام حضرتك ان احنا لو حصل لعضر الله طفال دا ما يقصرش على مصر هنا ما اقول لحضرتك التأثير يتوقف على السد العالي لو البحيرة ناصر مملوقة يبقى هنا مضطرين ناخد بعض الاجراءات منها اولا المياه تصل الى مصر بعد حوالي 6 ايام يبقى عندنا فرصة نصرب المية دي بس تصريف المية هنا لو كانت مملوقة انا ما اقدرش هصرف اكتر من مليار متر مقعب في اليوم الواحد لان عندنا بوابات السد العالي لها قدرة تصريف حوالي ربع مليار عندنا في قناة مفيد برضو داخل جنب السد العالي في قناة ما استعملنهاش لحد دلوقتي بس وقت الخطر ممكن لكن هتعمل اغراق لمحافظات السعيد دا في حالة بس ستبقى فيضان مش طفال مش طفال وعندنا مفيد توشكة ممكن يمرر ربع مليار يبقى احنا هنا بنتكلم يعني اقصاها مليار في اليوم طب على شكل كده احنا فكرنا دلوقتي ازاي نوسع مفيد توشكة انه هو بدل ما يمرر مليار طب من خليه ربع مليار نخليه مليار بحيث ان لو انا عايز اصرف كمية في اليوم الواحد ويمكن احنا السنة اللي فاتت تتعرضنا لشيء شبيه ان وقت الفيضان على السودان ان كان الكمية اللي جاية للسد العالي ربما اكتر من اللي ممكن تخرج حصل ونهر النيل كان لونه اصفر لا ولا دا من من الطمي دا من المياه السيون من المياه السيون ايو ايو حسن من المياه السيون وليس من هذا اذا لو المياه اللي بتأتي الى مصر اكبر من التصريف سواء بحيار مفيد توشكة او قنوات السد العالي في الحالة دي بيبقى في خطورة بصر في كميات كبيرة في النيل والنيل هيعلى وبالتالي يعمل مشاكل فاحنا لو موسعين مفيد توشكة يبقى ولذلك دا احد الحلول اللي ممكن سد النهضة بيجبرنا عليها دلوقتي ان انا اعمل حساب ان لو سد النهضة اجراله حاجة يبقى انا اقدر احمل سد العالي ازاي فيبقى احدى الحلول ان انا مفيد توشكة اشوف اكون قادر على تصريف كمية اكبر من المياه لكن لو كان البحيرة نصفها مثلا في السد العالي بقى مفيش اي مشكلة خالص بالعكس السد العالي البحيرة تستوعب الى 150 مليار متر مكعب هي المفروض 162 لكن احنا بنسبهاش ابدا توصل الى هذا الرقم بالاضافة طبعا احنا عندنا لو حكم الامر نفتح الاناطر اللي على البحر عندنا اناطر فرسكور على فرع دميات واتفينة على فرع رشيد لو احنا عارفين ان خلاص السد فيه منهار وده اول يوم بنفتح الاناطر بنصرف جزء من مياه النيل وبنفتح بوابات السد العالي عندنا يعني 12 بوابة و12 اخرى بدون توربينات يعني عندنا طرق ممكن للحماية ومتوقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر